في ذيقار حيث تظاهر اكثر من ثمانمائة من مختاري المناطق التابعة لمحافظة للمحافظة امام مبنى ديوان المحافظة في ذيقار للمطالبة بمستحقاتهم المالية واكد المتظاهرون انهم يواجهون الغبن والظلم من قبل الحكومة التي اخرت مستحقاتهم لاكثر من اربعة اشهر حتى الان مجتبى صالح والتفاصيل اكثر من ثمانمائة مختار من مختلف اقضية ونواح ذيقار تظاهر اليوم امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة باستحقاقاتهم المالية حيث طالب مختارين محافظة رئاسة الوزراء بانهم يتعرضون للاستهانة بعملهم واعمالهم من قبل الحكومتين المحلية والمركزية مبينين ان المختار عضو ضبط قضائي ويحق له ما يحق له غيرها السنة هاي الالفين وواحد وعشرين الشهر الرابع احنا بدون نبدون الراتب واحنا اصحاب عوائل وجاينا ادي خدمة للبلد ويالاجهزة الهمنية وجاينا نتعرض المخاطر وما احد يجينا ولغاية قبل كم يوم المحافظ استنكف انه يطلع عدنه ويسولفه من سورف انت يقل لك انت عضو ضبط قضائي ومن ترجع للحقيقة لا تقدير ولا ينطيك راتبك وحنا صالنا اربعة الشهر قانون ان مقارن قبل مجلس النواب يخصصنا منحة 250 دينار المحافظة الوزارة ما اعرف ياها الاكلها احنا نطالب حقنا ما اريد اكثر من حقنا واكد مختاري المحافظة انهم يواجهون الغبن والظلم من الحكومة العراقية وفي الوقت نفسه هم مطالبين باداء واجباتهم على اكمل وجه مبينين ان راتبهم الذي لا يتجاوز 250 الف دينار عراقي تم قطعه لاكثر من اربعة اشهر مطالبين بانصافهم اسوة بباقية المحافظات خلوا هيبة للدولة خلوا هيبة القراراتكم خلوا هيبة القراراتكم قرار مجلس النواب والنواب صوت عليه مجلس الوزراء وقطعونا سنة احنا في محافظة ديقار 2019 اكلوها من عدنة ما 2016 اكلوها من عدنة ما اطلون اياها قالوا كل سنة بسنته بينما في عهد السيد المالكي كانوا يطلون اياها باثر رجعي خلصا ماكوا اثر رجعي احنا اصحاب عوائل كلنا اصحاب شهادات لحال شي كان قريج متوسط كلنا اصحاب شهادات لا يلغي الشكل اعقال لانناس كبار ثمانمائة مختار قصه مني قاعد الصبح يلقى عائل تب لا يريوق المحافظ الكاظم يلقى عائل تب لا يريوق هذا واكد مختاري محافظة انهم سيستمرون بالتظاهر والاحتجاج ومهددين بالتصعيد ان لم تستجب الحكومة للمطالب المختارين خصوصا انهم يعيلون عوائلهم من هذا الراتب القانوني والمسجل لدى البرلمان العراقية من ذيقار مجتبى صالح قناة دابليو تيفي وطن